أعرب رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عن سعادته بمشاركته في إطلاق خطة العمل الوطنية الرابعة لمتفحة ومنع الهجرة غير الشرعية 2024-2026 وقال مدبولي في كلمة مسجلة إن هذا الحدث يعكس الإرادة السياسية والتزامة دولة الراسخ وبهودها المستمرة في التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية مؤكدا أن مصر قطعت شوطا طويلا في مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية ولقد قطعت دولتنا شوطا طويلا في مواجهة الهجرة غير الشرعية من خلال إنشاء اللجنة الوطنية التنسيقية التي وضعت رؤية شاملة متكاملة وبرامج فعالة تهدف إلى التصدي لجزور هذه الظاهرة ومعالجة أسبابها بدءا من سن أول قانون في المنطقة العربية يكافح جريمة تهريب المهاجرين وانتهاءا بإنشاء صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود ويأتي إطلاق هذه الخطة تتويجا لهذه الجهود ويؤكد على استمرار التزامنا بتحقيق الأمن والاستقرار لشعبنا ومجتمعنا موسيقى